موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم هذه وضعية الإدماجية التقويمية الخاصة بالمقطع الثالث لطلبة الرابعة المتوسط الوضعية الإدماجية التقويمية هي وضعية شبيهة بالوضعية المشكلة الأم السياق تناهى إلى سمع والدك ما آلت إليه حال بعض الأسر في حيكم جراء توقف أربابها يعني أرباب الأسر الأباء عن العمل بسبب الحجر المنزلي الذي فرض أثناء فترة كورونا فقرر أن يجمع أفراد الحي ويحثهم على التضامن مع هذه الفئة وطلب منك أن تعد كلمة يلقيها عليهم السند قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب المائدة 106 التعليم أنت جنصا من 16 سطرا تحث فيه أفراد حيك على التضامن مع هذه الفئة موظف الموارد كالمدرجة تستخدم النمط الذي درستمه في المقطع بنسبة إلينا أخذنا التفسير مع الوصف والتوجيه في البداية ستتكلم عن التضامن بصفة عامة تعرف التضامن بعض أهداف التضامن كمقدمة هكذا ثم ترج في الموضوع تصف حال هؤلاء أفراد الحي هؤلاء المحتاجين تصف حالهم وتوجه أفراد أفراد الحي إلى التضامن معهم يكون فيه التفسير والوصف والتوجيه بطريقة متسلسلة واضحة لا تنسى علامة الوقف اكتب إن شئت أن تكتب الوضعية الإدماجية اكتب وضعيتك في التعليقات ونحاول قراءتها بإذن الله جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته